السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة طوب لوك كتمنى تكونوا باخر و الاخر انتما تشوفوا الفيديو ديال هاد النهار يوم شاء الله كنقدم ليكم كيك رائب و احد الكريمة اللي كتجيل ديدة بثاف اقتصادي و يوجد بسرعة كبيرة كتمنى انكم تجربوا هنا لإعجابكم من الات الكيكات اللي هنحضر معكم ان شاء الله لكيشوف القناة الاول مرة مستشي تشارك فيها و فعل جرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات اذا رجبكم فيديو و برتجوه مع الاحباب و الاصدقاء بجتمع الفائضة تنسوش تخليوا لي دائما و احتل قزوين لكيزيدي شجاني بلوم نزيد نطول اليكم شو نشوفوا المقادر و طريقة تحضير و فرجة ممتعة اذا المقادر ديال كيك قادي نحتاج نصف كأس ديال السكر لكي يعدل ثلاثة المعالق يكونوا كبار نصف كأس ديال الحاليب لكي يعدل اربعة المعالق كذلك نصف كأس ديال الزيلز لكي يعدل اربعة المعالق بيضة واحدة اللي كتكون هكا شوية كبيرة رشة ديال ملح لدينا يد دقيق غدي نحساج كذلك الخاميرة الكيميائية 7 جرام و كذلك الكاكا والمر 7 جرام اذا هنا يفقنا اعدي نوضع البيض هنا البيضة شوية كبيرة نضيف لها رشة ديال الملح نزيد السكر نخلط المكونات مزيان مع بادياتها هذا الكيك لا يحسس معنا شي وقت طويل بسرعة كي يوجد نضيف هنا البيض كذلك نضيف الحاليب سوف نخلط مزيان اذا هنا الدقيق كما كتلاحظو عبر توف هاد الكيك تقريبا ما عمرتوش بزاف فاللي كي عادلها كربعة المعالق اللي كيكونوا كبار يمكن هاكم ثلاثة حتى اربعة المعالق ما تضيفوش دفعة واحدة بالتدريج حتى كتتحصلوا على القوام ديال الكيك لا نوريكم في الاخير كيفاش خصو يكون سوف ينبعد ما خلط الدقيق مزيان في الخاليط كما كتلاحظو هادي نضيف له هنا الكاكا والمر 7 جرام اللي كاعدل هاكا معلقة كبيرة كذلك هادي نضيف هنا الخميرة الكيميائية هادي نغرب الكل مزيان و هادي نخلط حتى كتندمج في الخاليط كما كتلاحظو القوام ديال الكيك يكون على هات الشكل كيكون شوية خفيف و ينزل هاكا هاكا هادي ناخد الإناء اللي غادي نحتاج إناء ديال السج ورشيته هنا شوية ديال الكاكا والمر مع الدقيق و هادي نفرغ هنا الخاليط الكيك دائما نقوم بالفوق كي يجينا الكيك مهوي هادي نسرحو مزيان هادي نكونوا سخننا الفرن شوية واحد شوية من سخنوش بزاف أو دخلو الكيك الفرن اللي يكون بارد فهاته هو كي يجي ناجح هادي نبعد مع طاب الكيك كما تلاحظو كي يجي خفيف و كي يجي طالي هادي نسقي بسيرو اللي فيه الماء و السكر هادي الفاني فانتو ما لا بغتوا تسقيه بالقهوة فكي يبقى لكم الاختيار سوف نخلي الكيك ديالي برد هنا الكريمة هادي نحتاج علبة الكريم شونتي اللي كي يعد الميز جرام كذلك هادي نحتاج الجوج علبة دانيس ديال الكراميل و كأس ديال الحليب اللي كي يكونها كم ملوء و كي يكون بارد مزيان هادي نضيف ديال الكريم شونتي هادي نضيف لها الحليب و هادي نضيف دوك جوج علب ديال الكراميل هادي نضيف دوك جوج علب ديال الكراميل هادي نضيف ديال الكريمة فهذه الكريمة خذت الصباح هادي كتوتى بزيف مع الكيك ديالشوكولاتة يجب أن نستخدم الكريمة جيدة يجب أن نستخدم كمية كبيرة حليب كما تلاحظون بسرعة توقف الكريمة نضيف الكريمة ونستخدم الكريمة ونستخدم الاختيار اختيار نحاول ان ننقذ الوجه نحاول ان ننقذ الى الطبقة الاخرى بهذه الطريقة ندخلها للتلاجة تقريباً جزء تشد راسة الكريمة جيدة لن نقطعها لا تسيح و تبقى قابطة في راسها انا هنا مع التصوير راكم عارفين كنزربيليها بسرعاً نصور لكم بشكل نهائي بعد ما تبرد الكيك مزيان ناخد هنا ضانيس ديال الشوكولات يمكن لكم الدوب و شوكولاتة و اضيفوا لها الياهورت طبيعي نستعملت غير قطعها و انا استعملت غير الياهورت و استعملت غير الياهورت كطبقة اخيرة نحاول ان ننوزع جيدة شوكولاتة من الفوق لكيك و نقضي الوجه بطبيعة الحال لا يمكنني أن ننقذ الياهورت فا غير الشوكرة الشخفية الكاكاو المر فهي قد تعطيكم منطر زوين بعد ما قدت الوجه دياله مزيان هنا اخدت بقيالي شوية ديال الكريمة فاخدتها وضعتها في واحد الكيس و بديت نضيرها كخطوط فدائما فدائما كيبقى تسهين على حسب الرغبة ديالكم ممكن لكم تخليوا عغيها كيفية الشكل ديالها جازوين سوف هنا ناخد واحد العود و بديت نضير هكا خطوط للأسفل بعدين نرجع ندير نفس الشيء في الجهة الأخرى كيفية الشكل في الجهة الوش كيفية الشكل التي اتواجه كيفية الشكل من الأحسن تجعل الكيك يبرد على خاطر تقريبا واحد ثلاثة ديال السويع لكي تشدك الكريم على رأسها و تجيكم يعني يزوينا بثاف من كتجي وتأكلوها نشكركم دائما على المشاهدة و المتابعة نطلقوا في الوصفة الجاية إن شاء الله خليت لكم راحة بصحة والراحة و مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة